نبتدي بقى مع حضراتكم كلامنا عن ما جرى طبعا للأسف خسارة وضياع حلم التأهل المنديال بعد ما قطعنا شروط طويل قوي وصلنا من خلاله للمرحلة الأخيرة خسرنا بركلات الترجيح اللي لعبنا على الوصول لها من منتصف الشروط التاني تقريبا وما عملناش حساب حارس عملاق اسمه أدوارد مندي وما عملناش حساب ان ممكن حد زي زيزو وحد زي مصطفى وحد زي صلاح يهدروا هذه الضربات فكل دي كانت حاجات الحقيقة مفاجآت غير سعيدة بالمرة إلى جانب بقى تفاصيل كتير جدا أخطاء فنية عدم ثقة إضافة إلى حكم ضعيف الشخصية أجواء جماهيرية غير طبيعية كانت إلى حد كبير من العوامل اللي قدت لضياع حلم التأهل لكأس العالم الحقيقة من ضمن التساؤلات اللي ناس كتيرة جدا كانت بتسألها يعني من أول المباراة مبارح وإحنا كان إيه اللي منعنا أننا نهاجم مرمى أدوارد مندي من أول لحظة ليه استنينا دا كله ليه لما نزل بس زيزو مجريات الأمور اتغيرت وكأننا رمينا طوبة في المياه الرجدة وابتدينا نشوف يعني جمل هجومية لها شكل على الأقل واضح إلى حد كبير ليه كلام دا كله تأخر أنا مش فاهمة بص يا كريم أنا بتتفن معاك وتساؤل كلنا يمكن كان مئة مليون بيسأل يعني ما برضو مش من منطقي أبد أن أنا وعد 45 ديئة طول الشوت الأول بصراحة ما روحش بكرة واحدة على مرمى السنغال يعني غريب جدا معليش مع كامل احترامي أنا مش بلعب منتخب برضو يعني مش هقول بقى مش هسمي بس ما بلعبش منتخب يعني ما قدرش أن أنا نفسه أو منافسة فيه بهذا القوة وبهذه الشدة يعني عشان أنا بقى متواخي هذا الحضر جدا يعني برضو يا كيراش يعني عندي علامات استفهام أنا شخصيا يعني إحنا بنقول منتخب قوي وقلنا الكلام دا وقلنا عنده عناصر قوية جدا وقلنا فيه فوارق على فكرة ما دخلناش قبل الذهاب أو قيابة كريمة وقلنا لفكرة لا إحنا نفس المستوى لا 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 سنغال إيه إحنا عندنا مش عارف مين لا إحنا قلنا أن هم قوية جدا وقلنا عندهم عناصر قوية جدا وقلنا كل الكلام دا لكن في نفس الوقت إحنا عايزين كنا على قل نلاقي الشخصية يعني على قل الشخصية المصرية اللي تخليك أن أنت يعني زي ما تقل كده تقدر تحقق حلم التأهل تبقى موجودة دي ما شفناهاش بصراحة يعني على كل حال يعني أنا مش عارفة في حد شافها يعني لو في حد شافها يقول لنا يعني عايزين بس نوضح كمان حاجة يعني أكيد إحنا زعلانين من عدم التأهل ولكن أنا مع هذه الثقافة شوية لو هتسمح لي بقى يا كريم أنا مش مع ثقافة هد المعبد خلاص يعني اللي حصل حصل لكن إحنا ما زلنا بنقول عشان نقطة دي مفي غاية الأهمية آه إحنا زعلانين آه إحنا محبطين بس إحنا برضو دعمنا لازم يكون موجود لمنتخبنا يفضل موجود في الحلوة والمرة زي ما بتقال بس نفسنا أن إحنا عارفة كريم لو إحنا لعبنا حلو وما توفقناش صدقني والله العظيمة كان هيبقى فيه مصري واحد زعلان بس إحنا ما لعبناش حلو إحنا ما لعبناش حلو تاني كان فيه حاجات على الملعب بتحصل وتأخير فيه تغييرات وحاجات يعني أنا مثلا محترام الشديد يا سيدي أنا مش خبيرة ولكن بالعين المجردة هو أزيزو ما ابتداش ليه يعني أزيزو ما ابتداش ليه أنا عايز أفهم استدعاء بعض اللعيبة اللي مشاركوش غير مثلا بعدد مباريات قليل جدا يبدأوا من أول المباراة ليه مع كامل احترامي إحنا بس بنتساءل ففيه حاجة يعني فيه حاجة أنا أتمنى أن إحنا نلاقي إجابة عليها بقى مع كابتن إيهاب في الفقرة